السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من صفر إلى أربعمائة وتسعة وتسعين القراءة والكتابة والتمثيل إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً العدد السابق مباشرة والعدد اللاحق مباشرة العدد السابق مباشرة لمائة وسبعة وسبعون هو مائة وستة وسبعون والعدد اللاحق مباشرة هو مائة وثمانية وسبعون أستحضر أكمل الفراغات بكتابة الأعداد بالأرقام أو بلسان القلم مئة وسبعة وخمسون نكتبها بالأرقام هكذا مئة تسعة وثلاثون نكتبها بلسان القلم مئة وتسعة وثلاثون مئة وأربعة وأربعون نكتبها بالأرقام هكذا أتدرب أولاً أكتب العددين الممثلين على المعدادين أربعمائة خمسة وثلاثون مئتان واحد وثلاثون ثانياً أمثل العددين التاليين على المعداد لتمثيل العدد ثلاثمائة ثمانية وخمسين نضع ثمانية كويرات في عامود الأحد وخمسة في عامود العشرات وثلاثة في عامود المئات لتمثيل العدد أربعمائة تسعة وتسعون نضع تسعة كويرات في عامود الأحد وتسعة في عامود العشرات وأربعة في عامود المئات ثالثاً أراد مراد كتابة عدد رقم أحده ستة وعدد عشراته اثنين وثلاثون فاقترحت عليه أخته سعاد الأعداد التالية أضعوا في إطار العدد الصحيح العدد الصحيح هو ثلاثمائة ستة وعشرين أقيم تعرف أحمد عن طريق الإنترنت إلى صديق فطلب منه أن يعطيه فكرة عن النواد الثقافية بالجهة وعدد المنخرطين بها فأرسل له الجدول التالي أولاً أكتب عدد منخرطينا دي الرسم عدد منخرطينا دي الرسم رقم أحده ستة وعدد عشراته إحدى عشر إذن العدد هو مائة وستة عشرة منخرطاً ثانياً أحسب العدد الجملي للمنخرطين العدد الجملي للمنخرطين سبعة وثلاثين زائد ستة وأربعين زائد مائة وستة عشر يساوي سبعة مع ستة مع ستة يساوي تسعة عشر نكتب تسعة في خانة الأحد ونحتفظ بالواحد ونضيفه لناتج جمع ثلاثة مع أربعة مع واحد يساوي تسعة لنتحصل على مائة وتسعة وتسعون العدد الجملي للمنخرطين ثالثاً أمثل الأعداد على المعداد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر